ضعي الدبابيس في الفوطة أم ترميش علب الزبادي وحمصي الخبز على النار كمية تدابير منزلية كتير جدا في الفيديو وأتمنى أن هي إن شاء الله تعجبكم هتوفر عليكم كتير جدا خصوصا في أيام الشتاء تدابير منزلية شتوية مهمة جدا تبعيني للنهاية بس لو أول مرة تشوفيني أنا اسمي إسراء فاتحه دي قناتي أتمنى أن أنت تدعميني بالاشتراك في قناتي أول حلة معنا النهاردة علب الزبادي كلنا كده عندنا أطفال وكلنا بنشتري علب الزبادي حتى لو مش للأطفال فهو لنا اوعي ترميها من النهاردة علشان دي كنز كل اللي انت هتعمليه هتجيبي حبهان تحطي أربع حبات من الحبهان وسبع دام من القرنفل مش كتير بقى ده هي تدابير منزلية وهتجيبي الخل هتحطي في كل كبام دي حوالي معلقتين من الخل وبكده انت معاك علبتين كنز سحر هتحطي واحدة على الرخامة وتحطي واحدة تحت الحوت على الرخامة هتمنع أي حشرات نهائي جوه المطبخ ويحط اللي فيها القرنفل تحت الحوت هتعمل ريحها حلوة جدا جدا وهتعقم تحت الحوت وهتمنع أي حشرات تحت الحوت نهائي وأي ريحة كم كم اعتمديهم علشان حرفيا داكنز كمان تقدر تحطيها في الحمام لو فيه أي حشرات اعتمديهم ووفر فلوس الحاجات اللي بتقتلي بقى الحشرات وفي الآخر برضو بتبقى درها ما بتجيبش نتيجة طيب الحلة دي بقى حلوة والتدبرة دي مفيدة جدا هاتي الورق وحرائيه في الحوت هتقطعي ورق والورق هنا يكون مستعمل علشان ما تهدريش يعني ورق انت مش محتاجة ولعي فيه بالطريقة دي لو عندك أي حشرات جوه البيت كله بلا استسنى الريحة هتوصل من الحوت للبيت كله وهتقضي على الحشرات دي نهائي 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 أما لو محمرة سمك أو قال يا بطاطس فاعرفي أن بعد الحرقة دي مستحيل هيبقى فيه ريحة زيت متحمر فيه أي حاجة في البيت اعتمديها ووفري فلوس أي حاجة بترشيها أو فلوس المعتر أو فلوس البيروسول اللي بتقتلي بالحشرات أما دي سلفيت قالتلي عليها قالتلي هاتي العيش وحمصيه على البوتوغاز رغيف عيش مش هتستعمليه خلاص بقى نشف وانت كده كده مش محتاجاه إقس مينوسين النص ده هيقعد معاك شهر كل ما تقلي سمك أو كل ما تقلي بطاطس أو بني حتى أو أي حاجة عموما فيه ناف ما بتحبش ريحة الزيت في البيت هات حمصيه على النار فهيعمل زي ريحة خبيث كده وهيمنع أي روايح جوه البيت شليه واستخدمين مرة تانية وثالثة ورابعة لمدة شهر أما الحيلة دي بقى لكل ست بيت هاتدعيلي عليها أنا عن نفسي هاتدعيلي إن شاء الله يعني بيها مش عليها سوري بس أنا على نفسي أو مقدرش إن أنا أستغنى عنها بس يا ست هاتي التوم اللي انت عايزها إن شاء الله تجيبي 15 كيلو توم فصصيهم بالطريقة دي هتعملي كبدة هتعملي سمك هتعود يتقشري واحدة واحدة لا هاتي المفرش السيليكون أو أي حاجة سيليكون عندك يا ست تشتري لك مفرش السيليكون بعشرة جنيه وخلاص واضغطي وبرومي بالطريقة دي أقسم بالله هتقشري ولا 15 كيلو توم وإنت وقف اعتمديها حتى في الاستعمال اليوم التوم اللي بتقشريه ما انتش محتاجة تجيبي السكينة هو المفرش السيليكون وهتقشري الكمية اللي انت عايزها احنا اكيد مش بنعمل او مش بنستخدمه بس ما فيش احلى من الحلة دي اما التدبير دي بقى تعاليلي بقى يا ست البيت انت وهي انا عن نفسي كاسراء اولادي كل ما بيجوا يمسحوا في الفوتا بطقعة على الارض لما بيجوا ياخدوا شاور بيشدوا الاستطارة بتاعة البنيو وبياخدوا الفوتا معهم للبنيو هاتي بقى دبوسين وتعالي من طرفين الفوتا ويعملي بيت دبوسين بالطريقة دي مستحيل الفوتا تقعة على الارض ومستحيل تقعة في البنيو ومستحيل تتبل ومستحيل ابنك الصغير ياخد الفوتا ويقعد يعومها في الحود انت عارفة بقى الاطفال واللعب بتاعتهم الكتير وبكده انت وفرت عن نفسك الفوتا اللي كل شوية هتغسليها في الشتة ده فبكده الفوتا تقعد معاك يومين حتى على الاقل اعتمد يديها لشان نواسقا نهاية تعجبك جدا اما لو عجبتك التدبير النهاردة او هتنسيني باللايك والشير وتشترك في قناتي علشان يوصلك مني اشعار بكل جديد اشوفكم على خير بإذن الله في الفيديو القادم والسلام عليكم